مجلس الوزراء مقدمه قيادة مملكة البحرين للكوادر في المجال الصحي نظر جهودهم الجلية خدمة للوطن والمواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاء ومثل الأمر السامي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه في خطاب جالته في ديسمبر الماضي في استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد الاستحقاغ الطبي خير داعم ومحفز للجهود الوطنية المخلصة إذ يمنح هذا الوسام للأطباء والممرضين والطواقم الطبية وكذلك الذين استشهدوا أثناء تادية واجباتهم الطبية بالإضافة للأشخاص الذين كانت لهم إسهامات وخدمات جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر الطبية وفي جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت الاثنين الماضي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وافق المجلس على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية والقانونية لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1976 في شأن الأوسمة باستحداث وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي وبعد موافقة مجلس الوزراء توالت الإشادات التي تعتز بهذا الأمر الملكي إذ أن الوسام يمثل تقديرا ملكيا رفيعا لجهود سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة فريق البحرين وكانت تأكيد واطحا بأن اللفتة السامية تعكس الرعاية الملكية الكوادر الطبية والصحية والحرص على تقديرهم وتحفيزهم على العطاء والتميز وما وسام الأمير سلمان بن حمد للاستحقاق الطبي إلا مؤكدا على نهج جالة الملك المفدى واسمو ولي عهده الأمين الذي يتقدم الصفوف في حمل لواء المسؤولية والأمانة الوطنية فالوسام أمر ملكي سام بحس وطني واسم الوسام لقائد لفريق البحرين تقدم الميدان ونتقدم بعد الله بجهوده التي نفتخر بها كما يفخر بها جالة الملك المفدى أحفظه الله ورعاه اشتركوا في القناة